عبر وزير الزراعة المهندس خالد الإحنفات عن صدمته مما رأاه من استنزاف تعرضت له غابات الهيشة بلواء الشوبك مؤكداً في تصريح لرؤية أن ذلك دفعه للتفكير بإيجاد شريك لإدارة الغابة وبيّن الإحنفات خلال جولته اليوم على مشروع تشجير الطريق الصحراوي وغابات الشوبك ومناطق القطران والهيئة والحسنية أنه يسعى لبحث إدارة التنوع الحيوي في الهيشة مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تبلغ مساحة غابات الهيشة التي تقع بين لواء الشوبك والبترة نحو مائة ألف دنم على ارتفاع نحو ألف وسبعمائة متر عن سطح المحر حقيقة صدمني ما وجدته من استنزاف واندثار لغابة الهيشة وهذا دفعنا إلى التنسيق مع الفاو واليوم كنا مع ممثل الفاو الدكتور نبيل عساف لإعداد دراسة شاملة لإعادة تأهيل هذه الغابة وإعادة ترونقها سواء بالتصيانية أو الحصاد الماء أو القضايا المرتبطة بوقف هذا الاسنزاف الحقيقة من خلال الأعمال القادمة التي ستكون في هذه الغابة وإستدامة الغابة سنعمل على تشغيل أبناء المجتمع المحلي وهذا أيضا سيعمل على خلق فرص عمل وأيضا لحد من قضايا المرتبطة بالفقر في المنطقة خصوصا أن المنطقة تخلو من مشاريع إنتاجية نحن كمنظمة أغزية وزراعة كمان كان معنا مجموعة من الخبراء يلي كمان طلعنا على أعمال التجيير وتقنيات التجيير وحصاد المياه وما في شك أنه في نوع من سينرجي عام تكون مبانا المنظمة ومبانا الوزارة من أجل تحسين التقنيات ومن أجل تأمين الدعم التقني اللازم وإذا صح التعبير كمان مرات الدعم المالي من أجل أنه نزيد هالمساحات ومن أجل أنه تكون نسبة النجاح طلعنا عليها نسبة نجاح كتير كبيرة نعمل نحن إعادة هالتجربة بمناطق أكتر وبمساحات أكبر ترجمة نانسي قنقر